موسيقى مساكم الله بخير مشاهدين الكرام وأكيد مشاهدين تحتاج حياتنا لاهتمام مستمر والرعاية هي الجانب المشرق فيها والنحافظ على هذه الإشراقة لا بدنا من الحفاظ على صحتنا في برنامجنا اليوم من ميزان الصحة نقدم لكم موضوعات صحية متنوعة نركز في حديثنا اليوم على موضوع الأكزيمة والأكل الصحي وأكيد التصرف الصحيح في حالات الحروق بالمياه الساخنة إذلك مشاهدين خلكم معنا في هذه الحلقة مشاهدين نبدأ حلقتنا معكم لهذا المساء مع أول مواضعنا بالتأكيد تنتشر مشكلة الأمراض الجلدية بين الأفراد وتتنوع حسب طبيعة الجسم والبيئة المحيطة به والأكزيمة أحد الأمراض الجلدية التي تظهر على شكل جفاف وأحمرار أيضا وانتفاخ يصاحبه تهيج بالمنطقة المصابة طبعا يسبب في الكثير من الأحيان آلام ويصعب علاجه بشكل سريع لأسباب متنوعة الحديث أكثر عن هذا المرض وأيضا مسبباته نرحب بها دكتور سعيد قبلان أخصائي أمراض الجلدية وتجميل بساكلة الخير دكتور يا مرحبا بكم معنا أهلا وسهلا اليوم تشرفنا بتواجدكم إن شاء الله أيضا نحصد من حديثنا الفائدة لمشاهدينه بما يخص الأكزيمة إن شاء الله طيب دكتور بداية نعرف الأكزيمة ما هي الأكزيمة هي التهاب الجلد وهذا الالتهاب يتجلع بشكل أحمرار وتشقق وبعض القشور أو الوسوف التي تظهر على الجلد في مناطق محدودة أو في مناطق واسعة من الجلد وهذا الالتهاب قد يحدث بسبب تماس مع مواد خارجية أو بسبب حالة مناعية داخلية لأن الأكزيمة إلى أنواع كثير وأشكال كثير طيب دكتور أيضا يقال بأن الأكزيمة تنتشر بالدول العربية أكثر من الدول الأخرى لذلك هل هذه الإحصائية صحيحة أم لا؟ وارد لأن الدول العربية فيها جو الحار ورطب اللي بيساعد على نفوذية المواد المؤرجة لأجد وبالتالي حدوث الحالة المناعية إذا شخص عنده استعداد وبيلبس فرضا الساعة والمجهورات التقليدية فهذا مادة نيكل بتنفذ وبتسوي التهابات وتكسر المواد التجميل اللي بتساعد على ظهور الأكزيمة أكزيمة التماس بالإضافة تلوث البيئة بلعب دور كمان والعوامل الوراثية والمناعية كلها فممكن يكون الأكزيمة في الدول العربية كثير أو ظهرة أكثر من الدول الأوروبية صحيح فلذلك حرارة الشمس ممكن تكون هي المسبب للإصابة بالأكزيمة لأن حرارة الشمس متما ذكرنا بتسوي ارتفاع الرطوبة وبتساعد على انفوزية المواد للبشرة وبتساعد على نمو الجراسيم اللي هي كمان الجراسيم عامل من أهم أو من بعض العوامل المسبب للأكزيمة جميل طيب ما هي إعراض الأكزيمة دكتور الأكزيمة بشكل عام هي إذن المريض أو الشخص بلاحظ أنه صار في جلده في أحمرار وتشققات وقشور وبصير فيها عنا حكة والحكة مزعجة وأحيانا قد يحدث نز إذا كانت أكزيمة أرجية أو تحسسية وبصير فيها نز سوائل وتتشكل قشور ها هي أهم الأعراض الأكزيمة لكن الأكزيمة هي لأشكال فالأعراض أو العلامات تختلف من شكل لشكل آخر لكن هذا بشكل عام جميل طيب دكتور الإصابة بالأكزيمة يمكن يختلفون البعض بكيف ممكن أن يصاب هذا الشخص بالأكزيمة طبعا نحن نعرف بأن الأكزيمة هي غير معدية ولكن ممكن الشخص يصاب بها من خلال الوراثة إذا كان أحد والديه مصاب بالأكزيمة ممكن أيضا الأبن يصاب بها الأكزيمة أكيد هي مرض غير معدية لكن مزعجة اجتماعية ونفسية للشخص ومؤلم في بعض الحالات أو الحكة تكون مزعجة والعوامل المساعدة لهذه الأكزيمة هي عوامل خارجية بسبب التماس مع شغلات معينة أو تماس مع مؤرجات مثل بعض المواد الكيميائية والمواد المعدنية إلى آخرين وهناك العوامل الوراثية التي تلعب دور في ظهور أكزيمة مثل أكزيمة الأيتوبك ديرماتايتس فرضا أو التأتبية إلى علاقة كبيرة بالعامل الوراثي وزواج الأقارب طيب دكتور يعني في حديثنا أن ممكن أن يصاب أي شخص بالأكزيمة في فترة معينة بأعراض تبدأ هي خفيفة ولكن كيف لأي شخص أن يعرف بأنه الآن في المراحل الأولى من الإصابة بالأكزيمة مجرد ظهور أي إصابة جلدية مجرد أحمرار أو قشور أو حكة لازم أي مريض يتابع أو يشوف الطبيب الخاصائي مباشرة أننا نحن نشخص هذا المرض قد لا يكون أكزيمة قد يكون إصابة فطرية قد يكون أكزيمة قد يكون طفح فيروسي في كتير احتمالات فنحن مجرد أنه ظهر عنده أي إصابة لا يهم الحال لأن هذه الإصابة قد تكون بداية أكزيمة وإذا أهملها راح تتطور وتتفاقم وصير علاجة أصعب طيب العلاج إذا كانت في المرحلة الأولى دكتور هل لي ممكن علاجها؟ الأكزيمة ممكن علاجها في كل الحالات لكن في حالات تكون عنيدة وناكسة تروح تأتي كثير لأن الأكزيمة قد تكون أكزيمة حادة قد تكون أكزيمة تحت الحادة قد تكون أكزيمة مزمنة فنحن كطباء بنشخص الحالة شهية وبنعالجها لكن إذا كانت هي حالة مزمنة لا نستطيع دوري نشفيها فبدو يطيب بدو يريد يرجع فبدو شوية برنامج علاجي ووقائي من شان نسيطر على الأكزيمة ونمنع أنه يصير فيه تأثيرات جانبية والتهابات أو تأثيرات مشوهة لجل في المراحل إذا أهملها في مراحل لاحقة صحيح الأعراض وذكرت بأشياء جديدة لأول مرة نعرفها عن الأكزيمة يعني ممكن القشرة في الحواجب أو حتى في اللحية عند الرجال ممكن يكون هذه أيضا أحد الأعراض للإصابة بالأكزيمة الأكزيمة لأنها فيه إلى أنواع نحب أن نتحدث عن أنواع بصير حسب أنواع الأكزيمة تتظاهر هذه المناطق أو بأي مكان نتكلم عن هذه الأنواع فهذا عن تذكرة حضرتك بالنسبة لظهور القشرة في مناطق التي فيها شعر كالفروة والحواجب أو حتى في صوان الأذن هي الأكزيمة الدهنية وهي أحد أنواع الأكزيمة وتظهر عند الرجال أو عند النساء بشكل بقع حمراء عليها قشور دهنية وبتكون حاكة ومزعجة للشخص ومزعجة اجتماعيا لأنه تلاقي أنه في عنده شعر في مناطق التي فيها التهابات وإحمرات في مناطق التي فيها شعر وفي صوان الأذن فهذه نوع من الأكزيمة نسميها الأكزيمة الدهنية فتكون واضحة بالنسبة لهذا الشخص واضحة وتترافق مع الداندروف مع إشرة الرأس ولا بد من علاجها لأنه تأثر على مريض نفسيا وتحك وممكن تلتهب وتصير فيها مداخلة التهابية جرسومية بالإضافة إلى الأكزيمة هذا بالنسبة للأكزيمة الدهنية للنوع الأخرى هناك النوع الأكثر شيء عنه هو الأكزيمة البنيوي أو التأتبية التي تطلع عند الأطفال الصغار بعمر شهرين وتتظهر بشكل إصابي في الوجه وتبتعد عن الأنف بقوله لا باللغة العمية زهرت حليب وتستمر حتى عمر سنتين هي غير مزعجة لكن الطفل بحك ونحن بنعالجها ببعض الأدوية المناسبة لكن المزعج أكثر أنه الأكزيمة قد تستمر في مرحلة الطفولة وتتظهر في سنيات الأطراف العلوية وسنيات الأطراف السفلية فتكون هي امتداد الأكزيمة التي تظهر في مرحلة الطفولة الرضع واستمرت إلى مرحلة الطفولة وفي بعض الحالات قد تستمر في مرحلة كبار السن وتبقى الأكزيمة البنيوية موجودة في معظم فترات الحياة ونحن بنعالجها وتهدأ لكن لا تلبس أن تنكس من جديد بسبب العوامل المناعية والعوامل الوراسية التي هي من الداخل تنشط الجهاز المناعي تجعلها يظهر هذه الإصابة الأكزيمائية دكتور أيضاً لو نتكلم عن الفئات العمرية بما أنك تتطرق لي لأطفال هل يصعب علاج الأكزيمة بفئات عمرية أكثر مغيرها؟ لا ليس هناك عمر حسب نوع الأكزيمة لا علاقة لعمر بعلاج الأكزيمة بصعوبة أو بسهولتها لكن نوع الأكزيمة هو العبدور فعلاج الأكزيمة الدهنية أسهل من علاج الأكزيمة البنيوية علاج أكزيمة التماس الحادي سهل جداً أجزمة التماس الحادية التي تظهر عند شخص فرضا طبقت صبغة شعر صار فيها عندها التهاب وأجزمة في فروت الأس مجرد نوقف الصبغة ونعطي العلاجات خلص طابت نهائيا إلا إذا عاد نفس السبب الشخص بتحسس للساعة منقول له شيء للساعة ونعطيه علاج خلص طاب 100% بينما الأجزمة البنيوية علاجها صعب لأنها أجزمة العلاقة بداخل الجسم الأجزمة الدهنية أحيانا بتروح تيجي كمان العلاقة بالحالة المناعية للجسم وبعض العوامل المساعدة الفطرية المساعدة على ظهور هذه الأجزمة طيب دكتور أيضا هناك بعض الأشخاص المصابين بالأجزمة وأيضا هناك بعض البقع الداكنة والجافة وأيضا من خلال زيارتهم لكل دكتور أيضا يعطيهم وصفة مختلفة عن الدكتور الآخر فبالتالي أصاب بحيرة من هذا الشخص بهذا المرض وطريقة علاجه فبالتالي في نهاية المطاف قال الدكتور يجب أن ترطب هذا المكان فقط ولا يوجد أي علاج له الأجزمة كلما طال الأمد تبعها كلما صار علاجه أصعب وتترك فيه مع الاستمرارية تترك هذه التصبغات خاصة عندهم بشرة سمرة الأجزمة الحادة اللي بتطلع وتروح بسرعة بين عالجة بشكل مناسب ما رح تترك أي تصبغات في المكان بينما الأجزمة التي تزمن وتستمر الفترات طويلة خاصة بشرة سمرة بتترك في مكانها ما يسمى التصبغ بعد الالتهاب هذا التصبغ بسبب نشاط الخلايا الصباغية خلال فترة الالتهاب والأجزمة وهذا التصبغ يستمر الفترات طويلة فوقت اللي بتيجي هالمريضة أو المريض بروعة الطبيب وبيعطيه علاجات مختلفة للتصبغ الذي ظهر بعد الأجزمة قد يزداد هذا التصبغ إذا كان المعالجة خاطئة فلذلك ننصح المريض ويصار عنده تصبغ بعد أجزمة أنه يتركه وممكن طبيب يعطيه شوية أدوية بسيطة بدون ما يلجأ لأي عملية تقشير أو ليزر لأن هذا ممكن يزود الحالة وفقط مثل ما ذكر حضرتك بعض المرطبات أو المطريات الجلد وتجنب أشياء الشمس وتجنب أي مواد كيمائية خاطئة هي كفيرة بعلاج هذا التصبغ الذي قد يتعج أشهر أو سنة أو أكثر لكن سيشفى نهائيا لكن بدي أخذ وقته الطبيعي صحيح طيب دكتور يعني طريقة التشخيص أو الدكتور ليشخص الحالة هابي إذا كان التشخيص خاطئ هل ممكن أن يزيد من الإصابة في الأجزمة؟ أكيد لأن أحيانا بعض الأطباء إذا كان خاصة جي بي دكتور أو أطبيب مؤختصاص ويشخصها ممكن كمرض فطري بجوز شخصها كمرض لاعالية أو يعطيه معالجة خاطئة أو حتى لو شخصها أو خطع باله هي أجزمة إذا أعطى معالجة خاطئة أو أعطى مركبات كورتزونية من الدرجة القوية فالحالة قد تتفاقم وتتحول من التهاب جل الأجزمائي إلى التهاب جل جرسومي أو التهاب جل كورتزوني أو الحالة ستتفاقم بحد ذاته لأنه معالجة كانت معالجة خاطئة صحيح فلذلك يجب أن أتوجه لي الدكاتور المختصين في الجلدية أكيد لمعالجة هذا الأمر أعطي الخبز أعطي الخبز لخبازة حتى لو بيعكل النصة أيوة فنحن دائما علينا أن نتوجيه المريض لعلاج الأنسب ونعطيه النصائح المناسبة حتى الطبيب الأخصائي الجلدية هو الأدرة من غيره أن يعطيه لأنه عادة منعطيه بعض المرهم أو الكريمات الكورتزونية هذه الكريمات إلى درجات متفاوطة من القوة فما بصير نستخدم الكورتزون قوي على بشرة الوش أو لطفل صغير فحسب الطفل أو إذا كان كبير أو حسب شدة الأجزمة نحن نحدد شو الدواء المناسب ودرجة الكورتزون المناسبة وإمتى لازم نوقفه بشكل تدريجي لكي نمنع أن يصبح الشخص معتاد على هذا الكورتزون ممتاز طيب دكتور متى تظهر الإعراض لدى المصاب الأجزمة بالوراثة؟ ممكن متى ينتبه لها وأنه مصاب بهذا المرض؟ متى ما ذكرنا أكثر عامل أو أكثر أنواع الأجزمة التي لها علاقة بالعامل الوراثة هي الأجزمة البنيوية التي تظهر في عمر الرضيع بعد عمر الشهرين تبدأ في شكل أحمرار في الوجه ويبتعد عن وسط الأنف وبتلاقي بقع حمراء وبتنزمي وطفل بحك هكذا هاي هي بتكون أكزمة بنسميها أكزمة الرضع وتعالج من قبل الطبيب بالشيء المناسب وبأدوية بسيطة جدا مشان نمنع أنه يصبح فيه أي تأثير جانبي ممتاز طيب دكتور أيضا ذكرت ممكن يصاب أي شخص بهذا مرض نتيجة تناول بعض الأطعمة الخاطئة أو حتى شرب بعض السوائل ممكن تكون مضرة لهذا الأنسان وبتالي تسبب الإصابة بالأكزمة كيف ذلك؟ الأكزمة هي ذات أسباب خارجية وداخلية الأسباب الخارجية مثل ما ذكرنا التعرض لأي مواد كيمائية أو بعض المعادن مثل النيكل أو حتى بالشغل بمادة السمنت مادة الكروم والكوبالت هاي كل عوامل مؤرجة وبتأدي إلى الأكزمة الأرجية والتماثل الخارجي أحيانا قد يكون لدى شخص طبيعي مثل ما عنده أكزمة لكن تعرض لمادة كيمائية صار في عنده إيريتانت يعني أكزمة تخريشية حرق بنسميه نوع من الأكزمة التخريشية أما الأسباب الداخلية فبتظهر خاصة عندهم استعداد بنيوي الأكزمة البنيوية التي تتفاقم بتناول بعض المواد الأدوية فيها مواد سوري الأطعم فيها مواد حافظة والملوينات والشوكولاتات والبيض أحيانا بعض البروتينات وأحيانا قد تكون أسباب داخلية إذا كان فيه عنده إلتهاب جرسومي معين وعنده أكزمة فهذه الجرسيمة موجودة في الجسم تفرز من نوع من التوكسينز أو الزيفانات بتزود نوع الأكزمة كما صحيح طيب دكتور يعني لو بنبتعد عن الشوكولات والحلويات والبيض والأطعمة التي فيها مواد حافظة معناها تماما بناكل شيء بده يركز مثل ما كنا أيام زمان على الأكلات الطبيعية الطفل عنده إصابة أكزمائية بنيوية أو الشخص لازم يركز على الأطعمة الطبيعية الخالية من مواد الحافظة والملوينات حتى النباتة الآن دكتور أصبح فيه كله هرمونات وكله هاي فصار صعب للجنبه فلابد من العلاج إن قدر الإمكان الوقايوة بنساعد المريض بإعطاء المعالجات الدوائية اللي بتساعده على التخلص من الأكزمة بشكل تدريجي ومنع تفاقمها بالمستقبل أو حدوث التهاب زرسومي لأن أحيانا الأكزمة بدخل عليها جرسيم خارجيا بسبب أنه جلد صار ضعيف فصير في عنده تقيحات والتهابات بيكون بحالة أكزمة يصبح بالتهاب نسيج خلوي يعني شغلة معقدة إذا تم إهمالها جميل طيب دكتور يعني لو نطلق أيضا لنقطة جدا مهمة وهذا اللي كانت حدثيه قبل أن نطلع على الهواء بأن هل ممكن لأي شخص يصاب بجفاف في منطقة معينة يقول أني أنا أصبت بأكزمة أم لا الجفاف هو جفاف لكن أحيانا قد يكون الجفاف هو بداية لظهور الأكزمة البنيوية تحديدا لكن معظم الأشخاص قد يكون لديهم جفاف وفي عندهم أي بادرة لحدوث أكزمة إلا إذا أهمل هذا الجفاف خاصة في الإيدين أو في أي منطقة من جسم بشكل عام وصارها التشققات في الجلد بتساعد على دخول المواد المحسسة أو المخرشية لداخل الجلد ونسيج تحت الجلد أو الأدمة فبصير في عنده الأكزمة فجفاف مجرد أن عالجه ببعض المرطبات أو المطريات للجلد يكون كافا لكن إذا كان الجفاف هو بداية الأكزمة البنيوية ممكن يسيطر عليه لكن ممكن يرجع فأريده متابعة لكي لا يتحول درجة من الأكزمة البنيوية لأن الشخص عنده استعداد شخصي بيكون صحيح طيب دكتور أيضا نقطة جدا مهمة هل يوجد علاج لمرض الأكزمة دون رلجوء إلى أخصائي أو حتى تناول بعض الأدوية هل ممكن أن أعتمد على المياه أعتمد على مرطبات فقط وممكن أيضا أشفى من هذا المرض أم لا لنكن صريحين لا يوجد علاج الأكزمة بشكل عشوائي أو مجرد من صح طبي ممكن الجفاف أكي نقول له والله حط مطريات أو أمه أخته جارته أكي حط مطريات بطيب لكن كأكزمة كمرض حقيقي لا بد أن يراجع الطبيب صحيح إذا لم يشال الدواء لكي يعطينا صحة المطلوبة لأن الأكزمة دائما إلى برنامج ويقائي وعلاجي معين لكي يمنع استمراريتها ونعالجها بشكل سريع ونمنع أن تصير شكل مزمن ممتاز طيب دكتور نحن مستمتعين بالحديث وبتأكيد رح نتناول مزيد من المعلومات وطرق العلاج والوقاية من مرض الأكزمة ولكن رح نطلع مع مشاهدينا إلى فقرة التغذية الصحية بتأكيد هي لها دور كبير في الحفاظ على صحتنا بنطلع نتابع معكم دكتور فقرتنا وأيضا الخلاصة بالطبق الصحي وبعدها بنرجع نستكمل حوارنا الطبي بعد هذا الفصل فابقوا معنا موسيقى 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 حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم من بعد هذا الفصل لنستكمل معكم الحديث عن موضوع الأكزمة وبتأكيد مع الدكتور سعيد قبلان أخصائي أمراض جلدية وتجميل دكتور موسيقى بالخير مرة أخرى وبتأكيد مستمرين مع مشاهدينا بموضوع ومرض الأكزمة طيب يعني بعد ما طلعنا للفصل دكتور ذكرت نقطة جدا مهمة الأكزمة لربات البيوت نعم طيب شو هذا بصراحة لأن هذه كمان من أنواع كتير الشائعة التي تظهر لدى السيدات ربات البيوت أو تظهر لدى الشغالات اللي بيشتغلوا كتير بالمنظفات والجلي وغسل الصحون فبتطلع بشكل تشققات في راحة اليد اليمنى وأحمرار مزعج ومؤلم جدا وحيانا تكون درجة كبيرة لما تستطيع السيدة أن تكمل شغلها فهذه تصيب بسبب تمس مع المنظفات والمي بشكل متكرر فدائما بننصح أنه لازم تلبس قفازات قطن وفوق قفازات مططية أثناء العمل المنزلي لتجنب دخول المخريشات والمواد الكيميائية الموجودة في مواد منظفة لداخل الجلد طيب هذه معلومة جدا مهمة دكتور بأن نحن ننبه فيها الأمهات يعطيهم ألف عافية وأكيد العاملات في المنازل بينهم ينتبهون لهذا الأمر وأيضا يكونوا لابسين القفازات مثل هذه القطنية القفازات تكون قطن من الداخل لأنه أحيانا تلبسوا قفازات مططة فتزيد الحالة لأنه بصير تعرق وبصير تخريش أكثر وأكثر جميل طيب دكتور أيضا نحن نتكلم أيضا عن الأكزيما والإصابة بها هناك أيضا مناطق تكون عرضة للإصابة بالأكزيما أكثر من مناطق أخرى فبالتالي نتكلم أيضا عن المناطق هذه التي تصاب بالأكزيما بشكل عام من خلال مورسنا الطبيب لاي أكثر مناطق الإصابة بالأكزيما هي اليدين بسبب أنه اليدين أكثر شيء تتناول الشغلات المحيطة بنا بشكل عام صحيح فبصير فيه تماس مع وات كيميائية بتعرض للأكزيما التخريشي بسبب الحرق الكيميائي بصير تماس مع الإسمنت عنده العمال فبصير عنده إكزيما التماس مع الإسمنت بسبب الكروم والكوبالت بصير تماس مع أي شيء فبصير فيه الإيدين إذن هي العرضة للتماس أكثر شيء وفي عنا كمان بفروة رأس بيجينا كثير حالات إكزيما مصابين بفروة رأس بسبب الصبغات وكثير بطبقوها السيدات فبصير عنده تماس لمادة البي بي دي الموجودة في صبات الشعر فيعتمى مواد أو مناطق الشائعة للإصابة بالأكزيما وفي عنا كمان الوش بشكل عام معارض عنده الأطفال الصغار مثل ما زكنا الرضع هو أكثر من مناطق الشيوعا أو كثيرة الشيوع للإصابة بالأكزيما في عنا دي شغلي كمان هلأ وأنا عم بحكي تذكرتها مهم جدا عنده أطفال الرضع أو أطفال الصغار للمناطق المصابة كتير هي منطقة الحفاظ لكن هو نوع آخر من الأكزيما يسمي أكزيما لحفاظ أو نابكن ديرماتايتس بسبب البامبرز والطفل مغلف على طول الطفل وصخ كذا فبتكون الأم زيارة عن حدا معين ما بتغير له سبب التهاب فبصير في عنده تخريش أكزيما لحفاظ كتير من مناطق الشائعة عند الأطفال ومن الإصابات كتير يعني شبه يومي بنشوف الأكزيما لحفاظ عنده أطفال الرضع بسبب البامبرز وإهمال الأم للطفل من خلال التهوية والتبديل المباشر للغيارات طيب يعني للوقاية من إصابة الأطفال في هذه المناطق بالذات من الأكزيما نحن أو الأمهات يكونوا موظمين على تبديل لأطفالهم أولا بأول لتجنب الإصابة بالأكزيما لدى الأطفال نوعين أهم شيء أنه تكون التبديل بشكل سريع ما تستنع عليه كتير تاني شيء تكون هذه الأحفاظات أو بامبرز من نوعها جيد لأن فيها مواد بتكون رديئة الصناعة فيها ألياف صناعية بتزيد حتى لو كانوا نضيف الطفل لكن هذه ألياف الصناعية بتخرج الطفل وبتسويله الأكزيما لأحفاظ صحيح طيب دكتور أيضا نتطلق إلى الجفاف والحكة والتهيج أيضا في بعض المناطق المصابة بالأكزيما يعني مع التشقق وزيادة أيضا الحكة نقول في هذه المنطقة وتسرب بعض المواد اللي ممكن تسبب هيجام في هذه المنطقة تزيد من مراحل الإصابة في الأكزيما فبالتالي كيف ممكن أن نتجنب هذه الخطورة؟ أي أكزيما هي بتكون عبارة عن إحمرار وتهيج في الجلد وقشور والشخص بيصير فيه عنده حكة بسبب تفاعل مناعي من الجسم تجاه هذه المؤرجات أو المخرجات التي صارت عنده فلازم نتجنب هذا الشيء هذا أنه لا يتفاقم لا يصير التهابات أشد وأشد لا يصير التهابات جرسمية من خلال مراجعة المريض للطبيب لإعطائه العلاج الأنسب وبالسرعة الممكنة لكي نمنع تفاقم الحالة وبالإضافة أن المريض لحاله بشكل عفي لازم يعرف أنه فيه سبب بجوزي هو بنفسه يعرفه بعد عنه قدر الإمكان ولازم يراجع الطبيب ويستخدم البرنامج العلاجي لأن حتى لو راجع الطبيب ما أخذ العلاج مثل ما وصفنا لها ما رح يسفيد شيء جميل طيب دكتور خلنتكلم عن الوقاية بالتأكيد الوقاية لها جانب مهم جدا في حياتنا بأننا نقي أنفسنا من هذه الأمراض كيف لنا أن نقي أنفسنا قبل التعرض للإصابة بالأكزيما؟ أي شخص لازم يكون فيه عنده طرق وقاية لمنع أي مرض جلدي بشكل عام الوقاية بشكل عام تتضمن أول شيء تجنب المواد المهيجة والمخرجة قدر الإمكان وإذا كان ملزم على تمسمع فلابد كما زكنا من ارتداء القفازات المناسبة ثانيا تجنب تطبيق أي مواد كيميائية أو مكياجات زايدة عن الحد أو من الأنواع الرديئة على بشري لما لها من تأثير دار ثالث شيء ارتداء ملابس القطن يساعد كثيرا على القاية من الأكزيما لأنه ارتداء الملابس التي فيها بوليستر والنايلون وخاصة في فصل الصيف يجعل الإصابة تتطور أكثر أكثر رابعا نوعية الطعام تلعب دور كمان أنه نركز على الطعام الصحي الخالي من المواد المضافة والمنكهات والمعلبات هذه كلها نتعد عنه ونركز على المأكلات الصحية كمان كوليتي أوف لايف بشكل عام يعني الإنسان لازم يأكل كويس وينامي كويس ويكون برنامج هيلسي يعني إلا إله ويتجنب كمان التعرض لأشعة الشمس الحارة في فصل الصيف لأن الشمس الحارة كمان بتخلي الجل ضعيف وعرضة للإصابة بجراسيم والإنتنات وتشققات والالتهابات كل الأمور هاي ككتلة واحدة تتساعد الشخص أنه يكون محافظ على حياة سليمة وجد سليم يعني شغلات معروفة في معظمة صحيح جميل دكتور أمانة حديثنا جدا ممتع وأيضا نقاط كثيرة ودنا نتحدث بها وأيضا أذهب إلى أحد النقاط المهمة جدا يمكن ليغفل عنها الجميع أو أغلبهم خلنا نقول هناك طبقة على اليدين وأيضا خلنا نقول هناك بعض المناطق في اليد هي تكون أيضا عرضة للإصابة بالأكزيمة فهناك طبقة على الجلد في اليد وفي الجسم بالكامل ولكن عنده كثرة غسل اليد ببعض المساحيخ وبعض المنظفات طبعا تزيل هذه الطبقة فبالتالي يكون أيضا هذا الشخص عرضة للإصابة بالأكزيمة فبالتالي كيف ممكن أن نحافظ على إضافة يدنا بهذه المساحيخ وأيضا دون اللجوء أو تعرض لإزالة هذه الطبقة دائما يعني في الإنسان الله خلقنا فيه أن الطبقة واقية للبشر من الطبقة المتقرن والطبقة الدهنية فدائما الشخص هو بيعف أصلا طبيعي الجل فيه بشرات دهنية بتتحمل أكثر من بشرات العادية أو الجافة للغسيل بس بشكل عام لازم نغسل بشكل المعقول ما نكتة ما يكون أوبر فيه أشخاص موسوسين كل شيء يغسل إيديه كل شيء يغسل إيديه فبصير فيه عنده جفاف وتشقق في الإيديه لازم نستخدم الصوابين الزيتية قدر إمكان أو الصوابين الطبيعية قليلة أو الخارية من المواد العطرية حتى موضوع الشوار كثير بيأخذوا شوار في دول الخليج أحيانا بيأخذوا بليون مرتين ثلاثة أربعة هذا غلط صحيح بالشتاء أوكي شوار سريع بالصيف شوار ممكن اثنين شوار على السريع ما يكون الشوار الفترة طويلة الاستحمام وفرق ودلك الجلد الفترات طويلة كمان بيخلي الجسم يخسر هاي الطبقة الواقية بصير عرضة لحدوث الأكزيما فإذن قدر إمكان اعتدال في الأمور واستخدام الصوابين المناسبة بالإضافة أنه بعد شوار إذا الشخص يعرف أنه جلده جاف لا مانع من استخدام البادي ميلك اللي هو المرتب للجسم بعد الاستحمام ولكن يكون خالي من أي مواد خالي من العطورات ويكون براند نيم جيد يكون الطبيب هو يوصف لأنه في ماركات ويكون فيها عطورات بتسوي الحالة أسوأ طيب دكتور أيضا ننتقل إلى الهرمونات ويمكن تكون إحدى مسببات الأكزيما لدى السيدات كيف ذلك للهرمونات بأن تكون أيضا هي سبب وعمل رئيسي للإصابة بالأكزيما لدى السيدات ممكن أحيانا سيدات بعد سن الأربعين خمسة عامين في بعض الحالات بصير عندهم نقص هيرمون الاستروجين وهيرمون الاستروجين هو هيرمون كثير مهم للجسم والبشرة فبصير معارضي للأكزيما أكثر من الشابات بسبب جفاف جد حتى الكبار السن حتى من الزكور نقص هيرمون تسيسرون كمان بيسوي نوع من جفاف الجلد بصير في عندهم جفاف مشان هيك تلاقي جفاف جلد أكثر شيء عند الكبار منه عند الصغار بسبب نقص الإفرازات الدهنية لنقص الهيرمونات اللي هي بتساعد على الإفراز الدهني ممتاز طيب هل هناك إحصائية دكتور للإصابة للسيدات أكثر من الذكور أو الذكور أكثر من السيدات هل هناك ممكن يكون فئة أكثر مغيحة لا 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 يوجد ترجيح لأن الأكزيما الأحصائية تتعلق بالتمس مع المواد وليس بالجنس ذكر أو إنسى طفل أو كبير السن يمكن أن يصاب بالأكزيما دون ما يكون فيه إحصائية واضحة في معظم الحالات جميل طيب أيضا يقال بأن السيدات هم أكثر عرضة لمثل ما ذكرنا بجلوسهم في المنازل وغسلهم لبعض الصحون في البيوت فبالتالي أيضا ملامستهم للماء مباشرة مثل ما ذكرنا سابقا بأنهم يكونونهم عرضة للإصابة بهذه الأمراض وبالذات الأكزيما فبالتالي يجب أن يتجنبوا هذا الشيء لوقاية أنفسهم نحن نحكي عفوا عن نحكي على الهامش أنت نحكي بشكل سليم أنه التماسل مع المنظفات لكن فيه سيدات يدلوا لنفسهم زيادة ما فيه منظفات لكن فيه مواد تجميل أوفر كتير صحيح هذه نقل جدا مهمة كل شوال بكيهات كمان بتعمل أكزيما وتعمل فلا هيك مليح ولا هيك خير الأمور لاعتدال في كل شيء ونقي نفسنا قدر الإمكان لا دكتور الأدوات التجميل هذه لازم نتوقف عندها شوي طيب الأدوات التجميلية دكتور فيها بعض المواد الدهنية وأيضا خلنا نقول الكيموية وغيرها من الأمور يمكن تكون ضارة للجلد وبذات السيدات بما أنهم يستخدمون هذه الأمور فكيف ممكن أن السيدات أيضا يتجنبون الإصابة بهذا المرض مع استخدام أيضا المكياج مواد التجميل أول شيء بدنا نختار المواد التجميل لتكون من نوعية جيدة وحتى لو كانت من نوعية جيدة هي لا تخلو من المواد البترولية والقطرانية وبعض الكورتزونات في بعض الحالات فلازم يكون حذرين ما رح نقول لها يا سيدة ما تحط التجميل لأنه ما حدا رح يرد علينا منقول لها اعتدلي في مواد التجميل ولا تكتر الكمية وما في دعوه هي في بيت قاعدة الحالة ظلت تحط مواد تجميل وفيه من وقتين من السيدات والأنسات بناموا وتجميل على وشهم طيب ليش نغسل ونخلي بشرة نقية نظيفة مشان تاخد الأكسجين الطبيعي وما يظل فيها طبقة العازلة اللي هي عم بتخلي الجلد ضعيف مع الوقت ويصير في عندهم ايجنج أو شيخوخة مبكرة مع الزمن فلازم يكون الاعتدال وغسل الوش وما في داعي نحط تجميل كل شوي وما نسمك الطبقات ويكون المواد التجميل من نوعية جيدة ونوعية رخيصة بتكون طبعا أسوأ من هو كلاته مانو كويس من ناحية طبية لكن إذا بدأت تحط نوعية جيدة وكميات أليلة جدا صحيح طيب يعني أيضا السيدات والبنات بشكل عام هم عندهم مبالغة بهذا الأمر وأيضا هم بتأكيد يعرضون أنفسهم للخطر بالكثرة من استخدام مساحيق التجميل وأيضا أمور كثيرة نشوفها واللاحظة على السيدات تتمنى لهم الصحة والعاهة فيها أينما كانوا أذكر يعني وحدة خذت صبغة أظافر دكتور بألفين درهم أبوها ينازحها يقولها أنا صابغ البيت بسبعمل درهم تيذا أخذيني فبالتالي مبالغة السيدات بهذا الأمر حتى لو كان ضار عليهم هم مستعدين أيضا أنهم يدفعون مبالغ باهظة جدا لأخنا نقول امتلاك هذه الأدوات التجميلة يعني هو شيء خطأ طبعا حتى لو يعني شو ألفين درهم فيها ماء الدهب يعني ما رح تكون كله ضار بالآخر كله ضار وحتى لو كانت براند نيم وعن تدفع كثير بس ما في داعي نحط الصبغة هون وهون ونخليها لفترات طويلة لأن الضفر بصير مع الوقت الضفر فيه تعرجات وبتعرض للأكزيما كمان والمكياجات على الوش عم تسوي الأكزيما عم تسوي مع الوقت شيخوخة البشرة أو عم تسوي نوع من حب الشباب لأنها تكون مولدة للحبوب كثير إلى تأثير الضارة فلازم يكون اعتدال بالكمية واعتدال في التواتر التطبيع جميل طيب دكتور في نهاية حديثنا كيف ممكن أن نقدم النصيحة لمشاهدين للوقاية من الإصابة بمرضة الأكزيما نرجع ونكر أهم شيء كواليتي أوف لايف أنه نأكل كويس وننام كويس نتجنب الشمس نتجنب المواد الكيميائية نلبس الملابس القطنية قدر الإمكان نتجنب الاستحمام مرات كثيرة لأنه هذا كله يسوي جفاف الجلد نتجنب الأطعمة الصناعية والفاست فود قدر الإمكان وركز على الأكل الهيلسي فود وإذا ظهر أي إصابة لازم تبادر مباشرة لمراجعة الشخص الأنسى أو ذكر مراجعة طبيب فورا لتدارك أنه تفاقم الحالة ويصير أسوأ بالتأكيد دكتور في نهاية الحديث دكتور سعيد قبلان طبعا دكتور وأخصائي في الأمراض الجلدية وتجميل نشكرك اليوم على حضورك اليوم معنا وقبولك دعوتنا في ميزان الصحة شكرا أعطيكم العربي إذن مشاهدين مثل طبعا ما شفنا معكم في هذا الموضوع يحتاج الإنسان إلى رعاية طبية خاصة وإيضا كذلك الحيوانات التي نحن نربيها لذلك خصصنا لكم فقرة للطب البيطري بنتعرف من خلالها على المعلومات الصحية في كيفية العناية بحيواناتنا الأليفة وتأثير هذه العناية على صحتنا بعدها بنطلع للفاصل قصير أجمال نواصل معاكم حلقتنا فابقوا معنا مساء الخير حنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا ناس كتير بتجيب سألنا في العيادة يا طرى القطة بتاعتي دي قدر أجوزها إمتى يا طرى لو جوزت أعرف إزاي أنها حامل ولا لا طب هل الجواز ده ناجح ولا مش ناجح هل تمام قدر يحصل حمل طب القطة بتاعتي حملت بس ما بتعتنيش بالصغار بتاعتها طب القطة حملت وماتت بعد كده أقدر أعمل إيه إن شاء الله هنحاول في الحلقة بتاعته النهاردة نغطي كل الأسئلة دي نجاوب على كل الأسئلة دي الحلقة النهاردة بعنوان القطة المعلومات المهمة نعرفها عنها من أول مرحلة البلوغ بتاعتها لغاية مرحلة الولادة هنتكلم دلوقتي عن العمر بتاع البلوغ بتاع القطة أول حاجة بالنسبة للأنصة بيبقى عنده عمر من 6 إلى 10 شهور وبالنسبة للذكر بيبقى عنده عمر 11 شهور طيب هل أول لما تبدأ القطة أو القطة سواء الذكر أو أنصة بلغت سن البلوغ هل أقدر أقدمها للتزاوج على طول الأفضل أن أنا أستنى شوي على الأقل إن هي تكون نسبة الهرمونات في الجسم بتاعتها عالية للحد المعين وباقت كمان منتظمة وبالتالي تبقى بالنسبة للأنصة تقدر بعد كده تبقى الحمل بتاعها كويس وتقدر بعد كده تعتني بالصغار بتاعها وبالنسبة للذكر يقدر أنه هو يتمم عملية التزاوج بنجاح طيب النقطة اللي هنتكلم فيها دلوقتي هي دورة الشبك بالنسبة للأنصة القطة أو المعروفة بوسط يعني معروفة للناس اللي هي البرود البرود بتاعت الأنصة القطة بتبقى مدتها من 7 إلى 10 سيام بتتكرر كل 3 أسابيع لو ما حصلش حمل طيب بتبدأ إزاي بتبقى أعراضها إزاي بيحصل انتفاخ وحمرار في بنطقة الفجينة بتاعت الأنصة بعد كده بتبقى أكتف جدا وعصبية وبتبدأ تتحرك وتتنطط في أماكن كتير ويبقى الموت بتاعها على غير الطبيعة اللي هي متعودة عليه يعني لو كانت هادية بتبقى عصبية جدا وبتتحرك كتير بتبدأ تعمل خربشة وسكراتشنج في كل حتة في البيت مثلا بتاعها أو في البيت بتاعنا عمتا بتبدأ تعمل سكراتشنج لجسمها وتبدأ تحك منطقة الفجينة ديها بأجزاء صلبة بعد كده ممكن العملية دي يكون مصاحب لها إفرازات دموية ومعيها بيحصل ان الأنصة بتبدأ ترفع الديل بتاعها بتميله على جنب أو بترفعه الفوق ودي علامة مناسبة جدا ان لو الزكر موجود يبدأ يتمم عملية التزاوك وان شاء الله نكمل المرة الجاية عن التزاوك بالضبط بيحصل ازاي متشكرا لكم حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل في فقرة الإسعافات الأولية ونستعرض اليوم الحالات الطارية التي يمكن أن تحدث لنا لكل فرد وإيضا راح نقدم لكم من خلال هذه الفقرة طرق الإسعافة الصحيحة للمصاب في موقع الحادث لذلك تتنوع المواد التي تضر بصحة وسلامة البشرة وهذا الجزء الحساس من الجسم طبعا تعد حروق المياه الساخنة من أخطر أنواع الحروق التي تؤثر على البشرة وتتنوع الأماكن التي يحتمل التعرض لتلك المياه بهذه الدرجة العالية وإيضا يسبب الآلام للمصاب وقد تصل لمرحلة التشوه أو حتى فقدان الجلد وإيضا يخطئ الكثير مننا في إسعاف هذه الحالات والتعامل معها بطريقة سليمة للحديث عن طرق الإسعاف لحالات الحروق في المياه الساخنة رحب الأستاذ هشام جميل أبو علول مدرب إسعافات أولية وإنعاش قلبي ورأوي حياك الله ونمسيك بخير يا مرحبتين أخي عمر يا مرحب الساعة طبعا اليوم راح نتكلم عن الحروق نتيجة المياه الساخنة بداية كيف ممكن نعالج ونسعف الشخص المصاب من الحروق من المياه الساخنة تمام بسم الله الرحمن الرحيم أنا صراحة أحب في هذه الحلقة أدمج كل أنواع الحروق مع بعض بشيء بسيط جدا يعني بموجز ولكن نأخذ أكبر عدد من المعلومات وكيف الإسعاف بكل أنواع الحروق لأن الحروق المياه الساخنة يمكن أن نكون من درجة أولة أو ثانية أو ثالثة بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء الحروق هي التي تصيب الجلد تمام الجلد إذا قلنا نرى هذا الجلد أو سبحان الله ربنا ليش خلق الجلد مثلا هو مركز الإحساس تمام يمنع الجراثيم والمكروبات والفيروسات بدخول الجسم ومركز مثلا إذا كان في ارتفاع الضغط ضغط الجسم أو هذه الأشياء الضغط إذا طلعوا واحد فوق اليبل أو في الأماكن الحساسة ويحس البرودة والحرارة هذا فائدة الجلد جلد الإنسان هذا الجلد عبارة عن عشان نسهل الموضوع على المشاهدين وعن الناس الجلد بطريقة سهلة هو عبارة عن ثلاث طبقات طبقة البشرة والأدماء والأدماء السفلية والأدماء الداخلية درجات الحروق إذا نريد أن نتكلم عنها إذا كان حرق من الدرجة الأولى سيكون على أول طبقة من الجلد بالطريقة مبسطة يعني أو يكون لدينا مثلا حرق من الدرجة الثانية سيكون الدرجة أو الجلد التي هي الأدماء والحرق من الدرجة الثالثة اللي هو أخطر شيء سيكون بالطبقة الثالثة من الجلد وهي لتحت الأدماء أنواع الحروق إذا نريد أن نتكلم من شو يصير الحرق نفس ما قلت أخي عمر يمكن أن يكون ماء الحار اللي نسميه يعني إن شعب ولا الحرارة الحرارة مثلا الماء الساخن المكواية يمكن أن يكون مثلا النار يمكن أن يكون أشعة الشمس القوية هذا بالنسبة للحرارة يمكن عندنا أخي عمر أشياء أو حروق كيميائية موعد كيميائية بطارية السيارة موعد كيميائية في المختبرات وهذه الأشياء تختلف الأسعاف لهذا الشخص إن كانت اختلفت الحرارة بالحم Slack وشفت الحرارة صحيح أكيد لأنه لا يريدю معelle مادة كيميائية يعالجها بمعالجة مثلا ماء عادي أو ماء حار مثلا أو حروق بالكهرباء أو حروق مثلا بالنار لدينا أيضا حروق بالكهرباء نفس ما قلنا حروق الكهرباء يمكن ما تأثر على الجسم من برح يمكن تأثر لي من داخل وأنا ما أعرف يمكن أن يكون عندي نزيف داخلي أو عضو من أعضاء الجسم توقف عن العمل بسبب الصدمة الكهربائية وعبارة عن احترق من داخل وأنا ما أعرف بعد تمام هذه أنواع من الحروق بعد أن نعمل حرق يمكن أن تفاجأ إذا عرفت في حرق من الماء البارد من الماء البارد شيء نسميه الحرق الجاف البارد وهذا مثلا إذا إنسان حط على هذا الحرق أو هذا الجلد ثلج لمدة طويلة يصير عندنا تكمش للجلد ويستوي نفس علامات الحرق التي هي مثلا فينا الحرق البارد الذي إذا بدنا نصنفه يكون أكسوجين من الأكسوجين مثلا السائل الذي سنشقه المرضى الذي هو مثلا إذا هذا الأكسوجين كان بكمية كبيرة وصل على هذا الجلد إما النيتروجين تعرف سائل النيتروجين كيف يطلع الرغوة أو يطلع هذا نفس الغاز يمكن أن يكون النيتروجين أو من الماء الثلج أو الماء البارد أو الثلج هذا الحرق البارد الناس اللي يستغرب عنه طيب لحن نبتدي مع الحروق نتيجة الحرارة ونبتدي أيضا بما نعرفنا المشاهدين الحروق نتيجة المياه الساخنة صحيح كيف لنا نسع في هذا الشخص المصاب بهذه الحروق تمام بالنسبة له مثلا حروق الحرارة أو الماء الساخنة أو نقول مثلا أي حرق كان نتيجة الحرارة تمام الحين أهم شيء أنا لا سمح الله في البيت إذا حد احترق نبت نعرف إذا هذا هو طفل أو هو بالغ يختلف الموضوع إذا طفل يعني يكون نحن تعاملنا معه حساس جدا ولكن إذا شخص بالغ مثلا ما في أي مشكلة حتى إذا كان نوع الحرق من درجة ثانية ما في أي مشكلة عنه نقوم بالإسعاف الأولي بشكل بسيط وكذا وننقله المستشفى ولكن إذا كان طفل صغير ولا سمح الله طاح عليه ماء مغلي شاية أو أي شيء مثلا حار لا يكون التعامل بطريقة أخرى أهم شيء أنا بالنسبة للحروق عندي بالنسبة مثلا هذه الدمية إذا كان عندي الحرق في أماكن الحساسة اللي هي مثلا نقول البشرة الفم الأنف إذا كان على الصدر على الرئة مثلا إذا كان على الأعضاء التناسلية هنا يكون عندي مصيبة ولكن إذا كان عندي الحرق أو الماء الساخن هذا يطاح مثلا على الرجل على الأيدين على الأطراف البسيطة يكون عندي يعني في مجال لأقوم بالإسعافة الأولية يكون أسهل أكيد الآن إذا أنا أبقى أشرع عن الماء الساخن وكيفية الحروق بطبق عليك اليوم والله لا بد من التطميق أكيد رح نفيد المشاهدين بطريقة علاج الحروق أخي عمر نفس ما قلنا صندوق الإسعافة الأولي موجود في البيت موجود فيه كل المعدات اللي احنا تكلمنا عليه من أول حلقة لنه تمام المعدات اللي احنا نحتاجها بالنسبة للإسعافات الأولية بالنسبة للحروق ممتاز لازم نفس ما قلنا نحن من أول حلقة لازم يكون في صندوق الإسعافة الأولي في الميبو مثلا أو الكريمات اللي تؤثر على الحروق أو كريمات علاج الحروق ممتاز هذا صندوقنا طيب طبعا الصندوق لازم يكون فيه موجود كل صحيح طبعا الأدوية اللي نحتاجها في صحيح مثلا عشان ما نستعمله يصير عنا مثلا سايد افكت ولا أشياء ثانية ضرتنا ما استفدنا منها ممتاز أهم شيء مثلا بالنسبة للحروق عندي هذا اسمه شاش لاصق تمام الشاشة العادي عندي هذا الميبو أو اللي احنا نسميه الكريم الحين هو كان موجود الكريم بعدو للحين ولكن الشيء اللي يديد اللي يسووه نفس الكريم بالضبط ولكن قطعة شاش تمام وضعوا عليها الكريم بشكل مركز عرضها طبعا على الكاميرا ساد هشام هذا هو طيب هذه تنباع بعدو الصيدليات وعننا أكيد لف لمزين أو أي نوع من أدوية الحروق أو كريمات الحروق ممتاز نفس هذا طيب طيب ساد هشام يعني نحن لازم قبل أن نخطي هذه الخطوة يكون فيه تنظيف للمكان صحيح أنا بتكلم عن خطوة خطوة الحين شو بنسوي أول شي لا سمح الله إن شاء الله ما هيك الشر إن شاء الله نحن نتخيل أنه ياك الحرق لا سمح الله في اليد الآن نفس ما قلت أخي عمر إذا كان في الأطراف ما في عندي أي مشكلة ولكن إذا كان في الأماكن الحساسة الوج أو مثلا الصدر مثلا التنفس مسؤول على التنفس يكون فيه مشكلة طيب بس نبعد هذه الدمية ساب الشامع سأتنبين المشاهدين اللي نسوي أول شي مثلا أنا كمسعب في البيت لازم ألبس القفازات ممتاز تمام لأنه أنا بتعامل مع حرق هذا الحرق من درجة أولى ولا ثانية ولا ثالثة بتعامل بهذه المواد ممتاز ولكن إذا كان من درجة أولى بيكون أقل يعني ما بستعمل مثلا الميبو اللي أقصد هذا الشاشة الميبو ولكن كريم الميبو أروم استعمله عادي ولكن الحرق من درجة ثانية والحرق من درجة ثالثة لأن نستعمله ونربطه ونحط مثلا كمية من الماء فوقه قبل إن كان طفل أو حتى رجل كبير أو امرأة كبيرة أنا الآن بتكلم عن الحرق من درجة أولى للدرجة الثالثة يعني من الأخف إلى الأخطر ممتاز كيف نسوي إحنا في البيت لا سمح الله إذا صار في حرق عنا جميل أول شيء لا سمح الله مثلا في أمرأ أول شيء لا ماشي أمرأ لا تخاف اليوم ماشي إن شاء الله أهم شيء مثلا نقول الحرق أو من ماء ساخن مثلا يجي على الإيد تمام هذا الانتفاق أو هذا المكان كيف أعرف أنه صار حرق يكون عنده انتفاق يكون عنده حمرار يمكن هذا بالنسبة أو ألم بعد هذا بالنسبة للحرق من درجة الأولى من الدرجة الثانية كيف أعرف أنه هذا درجة ثانية أشوف فقاعات الماء صحيح مثلا نشوف فقاعات الماء اللي هي عبارة عن بلازما داخل الفقاعات هذه هذا نسميه عبارة عن حرق من درجة ثانية الحرق من الدرجة الثالثة أن الله يبعدنا عنه يكون بأمواد كيميائية وحرق مثلا أنا لم أستطعت أنجو من النار الذي يحدث الجلد يتاكل لين يوصل للعظم أخي عمر وتتدمر الخلايا والأوردة والشرائين الذي داخل وسبحان الله الحرق من درجة الأولى والدرجة الثانية ألم شديد جدا ولكن من الدرجة الثالثة في أمرار يكون عنا مرات يكون عنا مثلا ألم ومرات لا يكون عنا ألم مع أنه عميق جدا لأن الخلايا تتاكل والعصاب بعد تتاكل من هذا الحرق ولكن حرق من درجة الثالثة كيف يعرفه دخل لداخل يعني في عندي تجويف وهذا التجويف بان باللون الأسود ولا اللون الأبيض وأنا يمكن لا سمح الله مثلا أشوف الأجزاء الداخلية اللي موجودة في الإيد أو أي عظم إن شاء الله ما نوصل لهذه المرحلة و الله يبعد الشرع المساهدين أيضا أكيد إن شاء الله الآن أتكلم مثلا الحرق من درجة الأولى والثانية درجة الأولى والثانية نفس ما قلنا علاماتها أهم شيء اللي أسوي أنا مثلا كطفل موجود كطفل أو كبالغ أحط العضو المصاب هذا اللي محروق تحت الماء ولكن نفس ما قلنا أخي عمر في عنا شيء اسمه الحرق البارد الجاف ما نحط تلج أبدا الكلمة السرية بين الحرق والنار والنخفف الألم هو الماء ولكن الماء نحطه ماء فاتر لا بارد ولا حار على هذا الموضع هذه الإصابة مثلا من 5 إلى 10 دقائق تمام حطينا إحنا الماء أهم شيء بوجود الماء إما التنظيف وإما يكون مثلا تخفيف الألم أنا حطيت الماء مدة 10 دقائق مثلا تمام اللي أنا أسوي هذه إذا كانت بالدرجة الأولى أو أي درجة عاد لا الماء من الدرجة الأولى والثانية ولكن الدرجة الثالثة أنا ما أرم أشتغل فيها نفس ما أشتغل بالأولى والثانية لأنه عميق وعنا داخلين على داخل أجزاء الجسم ممتاز حشان ما يصير عنا تلوث مثلا بعد ما حطيناها تحت الماء المدة 10 دقائق مثلا 10 دقائق مثلا مفروض نلبس القفازات بعد ما حطناها تحت الماء مثلا إذا كان الجرح أو الحرق من الدرجة الأولى والثانية ملقة اللي هو موجود بعد هنا فينا نحطه على الحرق بهذه الطريقة هذا كل شيء نحن نسويه في البيت بعد في المستشفى في المراجعات بسوى نفس الموضوع ممتاز الحين نحن نحطينا الشاشة الميبو اللي هو يساعد جدا على التئام الجروح أو الحروق تمام في هذا المكان اللي نسويه إحنا يمكن إيك بعض الناس يحطوا الرباط الضاغط هذا خطأ الرباط الضاغط ما بيخليلي الهواء أو المتنفس لهذا الحرق لا أنا بحط الشاشة الشاشة هو الأنسب للحروق صحيح الآن بس في شيء بنبي عليه يمكن أنا أروم أحط هذا الشاشة أو مثلا هذا الميبو القطعة من الشاشة اللي فيها ميبو أو أحط كريم الميبو أو كريم مثلا الفلمزين أو أي نوع من نوع الكريمات طيب البعض يقول أساس هشام بأنه يجب على الحروق أن تكون مكشوفة صحيح أثبت أنها جف وأيضا ممكن أن نعالجها بطريقة صحيح مختلفة عن الاستخدام بعض المراهن صحيح الآن إذا تكلمنا الحرق من درجة الأولى لا يوجد أي مشكلة مثلا إذا خلينا مكشوفة لفترة ولكن هذا الحرق من درجة الثانية والثالثة له فيه فقاعات وهذه الفقاعات يمكن الماء ينزل منها تمام أكيد ما بيخليها مكشوفة لأنه بتجرثم الجرح وتجرثم هذه الجراثيم الموجودة في الجرح تودينها لمشاكل فيه أداء صحيح ولكن إحنا حطينا أخي عمر شاش وهذا الشاش يسمح للهواء من الدخول يعني هذا المكان أكيد بجف صحيح نحط الشاش بهذه الطريقة تمام ما يحتاج أن نضغط عليه حتى أستاذ هشام ولا بعديها الضغط راح يكون لا بعديها لأنه بعد ما حطينا الشاش سنلف هذا المكان بشاشة بعد ولكن اللف سيكون لف شاشة ليس بالرباط الضغط اللي ضغط طيب طيب أن كل استخدام الشاش مع الحروق سنستخدم فقط الشاشة لازم صحيح بهذه الطريقة نلف عادي أنا كأني قمت بالأسعاف الأول الصحيح من الألف للياء في أماكن الحروق على شر الحرق خلاص هذا في إذا كان حرق من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية نفس ما تكلمنا أخي عمر بالنسبة للحروق من الدرجة الثانية ما تكلمنا قلنا أن كان فيه أستعمل هذا المقص تكلمنا قلنا فيه فقاعات هل فقاعات بعض الناس يعني يطروها ولا يشيلوها مثلا صح هذه إذا شالوها الناس يعني يعرضوا نفسهم لالتئام الجروح أو التئام الحروق يعني لوقت أطول تأخذ وقت أطول هذه المادة اللي موجودة تأخل بس يودلي هاي لو سمعت لأن القلفز مرات أو القفازات ما تسمح لي أشتغل بالنصق هذه الفقاعات أخي عمر يعني تساعد على العلاج ولكن إذا أنا شلتها تمام المحروق تحت الماء ماء أشجاري هذا هو ممكن يخفف الألم أكيد لازم يخفف لنحطه يا يخفف الألم يعني نحطه تحت الماء عشان يخفف الألم واحد وثاني شيء عشان إذا كان فيه ترسبات أو مثلا قار أو مثلا رمل أو أي شيء موجود على هذا الجرح أو هذا الحرق ما يجرثم خوزنا هذا الشيء يعني الغير طبيعي الموجود على هذا الجسم وسلامتك أخي عمر الله يسلمك والله يزاك الله خير صراحة كنت عاني من ألم وليس طبيعي الله يحفظك أخي عمر تكلمنا عن الحرق الأول والحرق من درجة الأولى من درجة الثانية الفقاعات لا يجب أن نشيل الماء فيها الحرق من الدرجة الثالثة الذي هو أخطر شيء ولكن بالنسبة للفقاعات أن نضع فوق الفقاعات لا يحتاج أن نظهر منها الماء أبدا هذا الذي أنصح فيه أنا أبدا هذه الفقاعات أبدا لا تشيلوها لأنه إذا شلناها نسبة العلاج تصير لوقت أطول هذه الفقاعات فيها مادة اسمها البلازمة البلازمة الدم هي التي تؤدي إلى هذا الحرق أن يأخذ وقت أقل في العلاج ممتاز نحن خلصنا الإسعاف الأولى بالنسبة للحرق الدرجة الأولى والحرق الدرجة الثانية ونذهب إلى الطوارئ وردهم يكشفوا على هذا الجرح ويسألوا الدرسينج أو التغيير على الجرح أو الحرق بهذه الطريقة ممتاز طيب نحن نستمر بحديثنا معك ساتة شام طبعا نرى أن الحروق ممكن نواجهها بفترات مختلفة وبالذات في بعض المواقف من المياه الساخنة أتوقع أكثر عرضة للحروق هذه هم الأطفال الأطفال لأنه لا يوجدون الوعي الكافي باستخدام الماء أو الحرارة الصحيحة هذه من الوقاية أخي عمر مفروض نشتغل في المطبخ ربة المنزل تشتغل في المطبخ إذا كان مثلا تغلي ماء أو قهوة أو أي شيء مثلا شاي أكيد لا أخذ الطفل تحت يعني يالس أو في المطبخ يمشي تحت الغاز يعني تينا يعني حالات الطفل لا سمح الله محروق من فوق لتحت وتعرف جلد الطفل رقيق جدا وحساس صحيح والطفل حجمه أكيد صغير يعني الماء اللي بينزل على الطفل لا سمح الله أو الشاي الحار بينزل على كل الجسم بيبدأ من مثلا الشسم الفم مثلا أو الأماكن التنفس وبيكمل على باقي الجسم ممتاز هذا هو طيب يعني أيضا ما رح تختلف سيد هشام للإسعاف الأولي مع الأطفال أو حتى مع الكبار بالنسبة للأطفال إذا كانت حتى بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثانية أو الثالثة أنا أهم شيء عندي لأن الأطفال هم ناس حساسين مثلا بالنسبة للجلد لازم أقوم بهذا الإسعاف الأولي إذا أنا أقدر مثلا أتكلم على اليدين أو الأطراف ولكن إذا مكان الصدر ومكان الوجه لازم يعني أروح بأسرع وقت إذا الطوار ما ينفع فيها السعاف أولي لا ما ينفع ولكن أنا عندي بالنسبة للحروق نفس ما قلنا أخي عمر يمكن يكون الحروق يأثر على التنفس لأنه رأى على الصدر يمكن مثلا نروح على الوجه هذه الأماكن اللي يمكن يوقف فيها التنفس يمكن مثلا تؤثر على الدورة الدموية صحيح ساته الشام في نقطة بعض جدا مهمة الأطفال أيضا يتعرضون لهذه الجروح دعنا نقول نتيجة السقوط من الألعاب الخاصة فيهم أو حتى لبعض المواقف في الشارع تصير معهم يعني تقصد حروق القار اللي تصير مثلا في القار فهل راح يكون علاج هوا نفس الشيء فينا نقول سعاف الأول راح يكون نفس الطريقة ولكن نفس ما قلنا أول شيء نحط الماء نحطينا الماء عشان ننظف القار الموجود أو الرمل أو التراب الموجود على هذا لنفس موضوع الحرق لأنه عبارة عن حرق ونفس الشيء أخي عمر شد الحبل لو تلاحظ يمكن شد الحبل يؤدي إلى مشاكل في اليدين صحيح أمانة نحن استمتعين بالحديث واستفدنا بشكل جدا كبير معك ساذ هشام طبعا بشكل أخير للحروق مشاهدين الكرام يجب استخدام الميبو والشاش وأيضا وضع اليد أو مكان الحرق تحت الماء لمدة عشر دقائق تقريبا لتخفيف الألم وإيضا لإزالة أي ترسبات على هذه الحروق فبتالي ساذ هشام أبعلو المدرب بسعافات أولية نشكر كل الشكر للحضور كل يوم وما قصرت بالمعلومات الله يحفظك أخوي عمر كل شكرا الله يسلامك إذن مشاهدين إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وأكيد يوم سعيد وخالي من الإصابات والحوادث ونترككم في حفظ الله ورعايته ومع السلامة اشتركوا في القناة شكرا